شوفوا لي هذا الطبق رائع شوفوا لي هذا الطبق رائع شوفوا لي هذا الطبق رائع يا سلام يا سلام نقول لكم شادي الله يلا رائع كمسحكم بيه كمسحكم بيه إن شاء الله حيمة جوا رائعين جلبان رائع ومحافظة اللون ديالها الأخضر ستروعوا السلام عليكم وبركاته وسعيدة بلقائكم وراء أخرى أتمنكم تماما الساحة والعافية اليوم شاء الله سنحضر مع بعضنا اللحم بجلبانة هو كي تحضر جلبانة والقوق كان نحضر بجلبانة والقوق لكي اليوم عدم تواجد القوق نحضر لكم بجلبانة فقط يمكن لكم نطيف القوق عندي كيلو ديال لحم موزات او اللحم ديال الملج مغسول يعني منطف مزيان عندي جوج ديال البصلات خداريين جوج بصل أخضر الحجم متوسط ونضيفه بالساق ديالهم غيرتها لديك الأوراق الخضراء ديال البصل ثم أضيف طماطم متوسطة الحجم قشرة ومقطع مكعبات صغيرة ثم أضيف جوج فصوص توم مهروس جوج ديال الفصوص ديال التوم مع سورين ثم أضيف البهارات ملعقة ربع ديال كركم ملعقة صغيرة ثم أضيف ملعقة ملعقة ربع ملعقة ربع ملعقة ثم نصف ملعقة فلفل اسود ملعقة زنجبيل ناعم ثم نضيف زيت الزيتون حتى نطيب اللحيمة بالنسبة لزيت الزيتون نضيف من خمسة تلسبة الملاعق وأكيد لا نضيف زيت الزيتون نضيف القليل جدا من الماء لتقلل الطنجرة وكذلك البهارات نضيف زيت الزيتون ثم نضيف الطنجرة ثم نضيف كذلك القزبر والبقدونس والملاعق مفعومين نضيف نضيف الملح دوق ثم نضيف ربع كأس الماء فقط لأجل لا تحرق الزيت و لا تحرق البهارات ثم نضيف نضيف الماء و يتشحر لنا لحيمة مع ذاك البصل جيدا سوف يبدأ يتشحر لنا اللحم نضيف النار في الوسط و نضيفه الماء الماء نضيف الماء الماء ثم نضيف الطيب من الطيب ثم نضيف ثلاثة كؤوس نضيف ثلاثة نضيف البازيلة جلبانة 1.5 كيلو 1.5 كيلو 1.5 كيلو 1.5 كيلو الزيتون ثم نضيف ربع كأس ماء و يرغب 1.5 كيلو ماء ثم نضيف 10 دقيق اقل نضيف نضيف مده 10 دقائق و نضيف الزبدة وهذا هو الطبق الذي طيبت معكم. الحم بجلبانة او الحم بالبازيلة. رفقته ببطاطا مقلية لاجل لوليداتك يحب البطاطا. وزينته بالفلفلحة. ثلاثة دي الالوان يجي طبق جدا لذيذ. رائع رائع رائع. يعني ما عنديش ما نقول لكم عليها سوى انكم جفبوا تاريختي ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله البازيلة حافظوا على اللون دياله الاخضر يعني ماكحالج والحيمة طيبة مزيان من دكشي. يعني ما عندي ما نقول لكم. بسحاوة باحا الطبق. ان شاء الله تجبوا تبدو عليها. وغندزوا ان شاء الله من بعد ده باش نقدم لكم التحلية. اللي وعدكم بها مع الفيديو ان شاء الله في العالمين. والله لا رائع. كنصحكم فيه. كنصحكم جيدة ان شاء الله. الحيمة جو رائع. يعني جلبانة رائع. وحافظة على اللون ديالها الاخضر. شكرا. شكرا. رائع. إلا ما زال ما دفتيش لايك دبنا لايك للفيديو. وإلا عجبك اكيد شارككم الاحباب والاصديقة. بسم الله على بركتي الله. وفي التحلية. بالنسبة لتحلية ديالنا. وكاسات التحلية. عندي هنا. فواكه الموجود لكم في الدرد. انا عندي هنا الكاكي فرز. بنان. وعندي كذلك ليمون. الماندارين. غادي نجيب كاسات ديال. يعني كاسات فشان نقدم تحلية ديالي. هنا عندي بواقي الكيك. اللي تبقى ليها من الكيك. انا كنت ادفت هنا يا الجين واضفة. ازلت لها الجوانب. وتبقى ليها. فقلت عندي بهم ليفيرين. هنا عندي ليفيرين ديالي. او الكاسات هنا عندي تستعمل ديال البلاستيك عادي. ممكنكم استعملوا الوزاج. ممكنكم استعملوا النوع اللي حبيته. على حساب لمن غا تقدموهم. كيبقى لكم اختيار. كنوزع هذا البقايا الكيك. كالطبقة اولى. او في الاسفل ديال ليفيرين. ثم اغنسقيهم. بشوية ديال السيرو ديال الفرز. سيرو ديال الفرز. انا كنت جاهز وكنت استعملته. فتبقى لي منه القليل. استعملته هنا. يمكن لكم تسقيوا البواقية الكيك باي شيء بغيته. يمكن عسير ليمون. يمكن تسقيهم باي شيء احبيته. يمكن لكم تسقيهم بسيرو عادي. يبقى اختيار. سوف ينمر باش نوضع الفواكي ديالنا. الفواكي ديالنا. لدي بعض الانواع الفواكي. انتم ما يمكن لكم اضعوا خمسة ستة. الانواع الفواكي اللي حبيته. شرط تعصر على الفواكي اللي كتتأكسد. تعصر على شوية الحامض. كالموز كتفاح. يعني الفواكي اللي كتتأكسد. مباشر بعد ما نوضع الفواكي. سوف نضع الفواكي اللي على جنب. ثم سوف نمرو ان شاء الله. باش نجهزو جيلي ديالنا. بالنسبة للجيلي ديالنا. متوفر كتباع في او في الاسواق الكبرى. سوف تلقوا الجيلي بالانواع. الفريز. الحامض. يعني كتباعوا بانواع صراحة. مع ديال البورتوكال كده اللي كموجود. انا كنت استعملوا مني كنت في الشرق. وماني جيت للمغرب ما كانش في الاول. لكن حاليا فومت وفر صراحة. سوفين بعد ما كمت الكاسات كاقوت لكم. هنخليهم على جنبت ومنمرو. نحضروا الجيلي ديالنا. بالنسبة للجيلي ديالنا فقاعدة معروفة. الجيلي كتحضر في الماء اللي هو طايب من قبل. الماء طايب. الماء طايب. عندي نصف لتر ديال الماء هنا. ليس بقلي غليته. وضعته في كاسرول. هنوضع عليه الجيلي ديال الفريز. هاد البورسيون هادير بعض ديالاشخاص. مو حلة هو من قبل هاد الجيلي. كتجيو كتوضعوه. وكتخلطوه مباشرة. سوف يكي تشوفو. يعطينا اللون الاحمر ديال الفريز. والطعم الفريز كذلك. يمكن لكم تختاروه بالحامض. او بالبرتقال. يجب عليكم اختيار. سوف نحرك جيدا. ثم نوضعه على جنب. مدة خمسة دقائق حتى يفطر لي قليلا. لا يبقى طايب بزاف. ثم نوضعه على الفواكه. ثم نحاول نوضعه على الفواكه. نحاول نوضع في اليفيرين ديالي. كلهم نفس الملعقة. يعني نوضع بنفس الملعقة. او نفس الشيء اللي نوضع به. نفس القياس. باش يكونوا كلهم قد قد. سوف نوضعه بهذا الشكل. ثم سوف ندخلهم لتلاجة. يبردوا. فقط يبردوا لنا. ويكونوا جاهزين للأكل. لا يأخذ معنا وقت طويل. هذه الكاسة يجبون لدات بزاف. رائعين. بعد ما يبدو سوف نزيينهم ان شاء الله. وسوف نقدمهم معكم. بصحة و العفية. يأخذوا 10 دقائق في تلاجة. طويل 15 دقيقة. ويكونوا جاهزين للأكل. سوف نزيين. بعد ما جاهزتوا كقتلكم. فزينتم. زينتم فواكه جافة. هنا دبت اللوز. دبت لي بومبون. دبت اشياء اللي تعجب لوليدات. بمعنى منوليداتي. وقدمتهم لكم بصحة و العفية. كنتمني يعجبكم الفيديو ديال اليوم. وما تنسوناش من اللايك. وكذلك. متعليقاتكم مبائعة و جميلة. وكانت منا اكيد جربوا الوصفات كاملة. ولا اي وصفة حبيتوها فقط. اكتبوا ام عبدالله فاتي. وكتبوا اسم الوصفة فقط تعليقوا الوصفة. ان شاء الله تلقاوها في قناتنا بإذن الله. واي وصفة طلبتوها و ملقيتوهاش. يمكن لكم تخليوا في تعليق و نجهزها لكم ان شاء الله. وانتبككم في رعاية.